الطائرة الشمسية سولار أم بلوس إثنان تحط في مطار إشبيليا الإسباني بعد رحلة فوق الأطلسي استمرت تسعين ساعة قطعت خلالها الطائرة الشمسية مسافة ستة آلاف كيلومتر الطائرة الشمسية واجهت خلال هذه الجولة الأطول سلسلة من المطبات الهوائية فوق أرخابيل الأزاور في المحيط الأطلسي بفعل الاضطرابات الجوية الطائرة التي تحلق ليلا بفضل طاقة المخزنة خلال النهار يتولى قيادتها بالتناوب الطيران السويسريان بيرترون بيكار وأندري بوشبرج سولار أم بلوس إثنان ستطير عبر أوروبا إلى الشرق الأوسط لتصل إلى أبوظبي وتنهي بذلك جولتها العالمية من حيث انطلقت